ولكن أبدأ من عند نادي الزمالك ومع نادي الزمالك ولنادي الزمالك ليه كلمة يعني أعبر عن استياء الشديد للمظهر اللي ظهر به الرئيس نادي الزمالك مع أمهات بعض المحكومة عليهم فيما عرف إعلاميا بمسبحة استاذ بورسايد القراح نلملم فيها بالعافية وما بين آن وآخر نجد من يؤجي في النيران للأسف الشديد ما كنت أتمنى أن أرى هذا المشهد الذي يعني أعاد للأزهان حادثة كنا قد أوشكنا على نسيانها وتصفحت الأيدي وتصفحت القلوب وأصبحنا نحاول أن نسير بالحياة وبقرة القدم بأيدا عن هذه الأزمة التي أحزنتنا وتركت فينا تأثيرا عميقا جدا سواء أسر شهداء ومن شاهد الحدث أو حتى محكوم عليهم ومن يتعايش مع أمهاتهم وآبائهم كان في عدم توفيق كبير جدا ومزالت التساؤلات ليلة نهار على الملأ طبعا عايز أكد على حضلتكم أن في أي يوم ممكن ما تلقوني ظاهر في برنامج كورة بلدنا على فكرة في أي يوم لأن ما يصنعه رئيس نادي الزمالك ليلة نهار من شكاوى كيدية ومن أمور في كل مكان تغطت مئات الشكاوى من أجل إيقاف برنامج كورة بلدنا ومنعي من الكلام فاق كل التصور وفاق كل الوضع ومع ذلك لن نسكت على خطأ لا تتخيلوا ما في مكتب مسؤول في مصر ما في جهة أمنية ما في جهة وزارية ما في جهة معنية بالإعلام إلا وعلى مكتب رئيسها أو وزيرها أو المسؤول عنها شكاوى بعدد شعر الرأس في برنامج كورة بلدنا وقناة اللتيسي وعبد النصر زيدا شكاوى ملء العين وملء البصر للأسف الشديد ونحن لا نستقوى إلا بمن خلق السماء بلا عمد وسخر الجبال والأبحار وجعل كل شيء عنده بمقدار الله الله وحده لا شريك له هو الذي نسق فيه وهو الذي نتوكل عليه وهو الذي نرجوه دائما وهو الذي من وراء القصد للأسف الشديد يعني أمر مغزي وأمر يعني أرى أن الدولة لابد أن تتحرك يعني أن يتهم نجمين كبيرين بوزن الكابتن حسام أسن والكابتن إبراهيم أسن اتهامات بمثل هذا الشكل الفج بمثل هذا الشكل الظالم بمثل هذا الشكل الغير مسؤول هذا شيء لا يرضى به أحد مهما كان حسام أبراهيم أعطى لمصر كثيرا ولست بصدر الدفاع عنهم ولكن أن آتي بأمهات فكلة موجوعات على أبنائهم وأسترجع للذاكرة دم سال على الأرض من يرضى بهذا المشهد؟ بالله عليكم من يرضى في الدولة بهذا المشهد؟ من وراء هذا الرجل؟ لماذا هذا العبس؟ هذا عبس إعلامي وعبس لا يرضي أحد ولا بد أن يحرق فينا ضمير الحي الإنسان الذي لا يخاف إلا الله هذا العبس بنادي الزمالك العظيم وأن يستضيف أمهات تتهم ناس فدية وتتحدث في أمور سدأنا ما الزمان نسانا منها بعض الأجزاء من منا يرضى لولده ما حدث في استاذ بورسعيد كانت مجزرة بمعنى الكلمة مجزرة استاذ بورسعيد آلمتنا جميعا آلمت كل مصر بما فيهم البرسعادية أنفسهم لا يمكن أبدا أن نأتي بمؤمهات لنعلق على أحكام القضاء بهذا الشكل الغير قانوني أحكام نهائية صدرت أسلجت الصدور ورضي أصحاب الدم بما حكمت به المحكمة كيف نستدعي ذكرى أليمة لمجرد أن نبيني وبين نجمين بوضن حسام وابراهيم خصومة من وراء هذا العبس الذي يحدث بأي شكل نتحدث أمام العالم وبأي لغة نواجه العالم والله العظيم أنا شفت أجزاء من الفيديو لم أتحمله كاملا حتى الناس بيتكلموا عن أولادهم المحبوسين ورئيس نادي الزمالك مصمم أن يحط حسام وابراهيم في جملة مفيدة وأنا أقسم لكم أن هذا البرنامج قرد بلدنا معرض على عدم الظهور بين لحظة وضحاها وتعوقعوا بكل قوة أن يوم من الأيام عتنتظروا الساعة 11 برنامج كورة بلدنا لن تجدوه لأن يبدو أن مرتضى منصور أقوى من حاجات كثيرة جدا في مصر يبدو أن مرتضى منصور سيطبرنا على أن نعتذر له علانية لأنه يفعل في مصر ما يشاء تمرتضى منصور لو دولة داخل دولة لا يستطيع أن يصنع ذلك يعني أستحلفكم بالله هذه الأزمة التي أرهقت دولة بأجهزتها أزمة مجزرة استاد بور سعيد أرهقت دولة بأكملها وقتلت مشاعر جماهير عظيمة زي جماهير النادي الأهلي وأثرت بالسلب على جمهور عظيم زي جمهور النادي المصري متى تنتفض أيها الناس حرام اللي هي صجده حرام استدعاء الدم من القبور وصلنا إلى أن نحيي الموت الموتى ونستعطف الأمهات ونتهم الناس عبسا في الدم والدية بأي شكل نواجه العالم أنا خارج النهاردة وأنا في قمة الحزن في قمة الأسع حسام إبراهيم اللي أعطوا المصر النهاردة أمهات سكلة ما تعرفش غير عن حسام إبراهيم غير كل خير وهو مصمم أن يضع اسم حسام إبراهيم في جملة مفيدة وكأنه أتى بالأمهات خصيصا لينال لأنه على خصومة من حسام إبراهيم زي ما هو مع خصومة مع عبد النصر زدان ويحاول أن ينال منه ويدمره في كل مكان ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا الله إلا الله والورق والقانون ودولة المؤسسات ولكن هذا عبس استدعاء الدم والدية وصلنا لهذه المرحلة أبدا لا يرضى أحد شريف أن يسكت أبدا لا يرضى أحد أمين يعشق هذا البلد وما زلت أؤكد أنني أسق في رئيس الدولة سقة عمياء وفي مؤسسات الدولة سقة عمياء وأعلم قيدا أن هذا العبس لابد أن ينتهي إن آجلا أو عجلا اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تل أمهات ما بتصدق تنسى تل أمهات ما بتصدق تنسى تخيل ابنك مات يا أخي في أستاذ بور سعيد تخيل ابنك اتحكم عليه بالإعدام قراء ما حدث في أستاذ بور سعيد استدعاء الدم لصالح من استدعاء الدم لصالح من ليه ونتكلم في دية ونتكلم في أمور ونتهم نجمين أعطوا لمصر بعدد عرقهم الذي نزل على الملاعب والدم اللي سال منهم من أجل العلم ورفع راية مصر لم يجنوا من الوطن إلا حب الناس وتمسك الناس بيهم مستكتر عليهم ده عايز تلبسهم تهمة عايز تلبسهم دم ازاي من يسكت على هذا الهراء من يسكت على هذا الهراء لا خير فينا إن لم نقلها حتى لو اشتغلنا عن يوتيوب وعال فيسبوك وبطلنا نطلع على شاشات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم